السابعة صباحا الخامسة بتوقيت جرانيتش مجازو الأخبار يأتيكم من القاهرة أهلا ومرحبا بكم وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكثيف الجهود لضماني أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويرا حقيقيا للجهاز الإداري بالدولة من خلال تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة بما يسهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس السيسي شدد خلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء وجميع أعضاء الحكومة بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة شدد على أهمية التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة وخلال الاجتماع اطلع أيضا رئيس السيسي على تطورات تنفيذ المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري والاستعداد لبدء المرحلة الثانية حيث وجه بمواصلة التعاون والتنصيق بين الأجهزة المعنية مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري أخذا في الاعتبار أن حياة كريمة هي المبادرة الأطخم في تاريخ مصر من حيث نطاق تنفيذها ومدى تأثيرها وبالنظر إلى ما ستسهم فيه من تحقيق نقلة نوعية وتحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري شهدت بريس اشتباكات بين الشرطة والمحتجين حيث أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين على خطة الحكومة لرفع سن تقاعد يأتي ذلك فيما أغلق عمال فرنسيون غاضبون من رفع سن تقاعد الطريقة إلى إحدى صلاة مطار شارلي ديغول في باريس كما تعطلت خدمة القطارات وأغلقت بعض المدارس كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بعدة مدن لفترة وجيزة مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن تقاعد عامين إلى 64 عاما من جانبها قدرت مصادر نقابية في فرنسا أعداد المشاركين في التظاهرات بأكثر من ثلاثة ملايين شخص فيما قالت وزارة الداخلية إن نحو مليون شخص شاركوا في الاحتجاجات حذر الرئيس الأوكراني فلودومير زلنيسكي زعماء دول الاتحاد الأوروبي من أن التأخر في تزويد بلاده بطائرات حربية وصواريخ بعيدة المدى قد يطيل أمد العملية العسكرية الروسية وفي كلمة عبر الفيديو أمام قيمة لتكاتل في بروكسل رحب الرئيس الأوكراني بخطة وافق عليها الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إمداد كييف بمليون قظيفة مدفعية خلال الأشهر الاثنين عشر المقبلة توافق المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم رسميا على صفقة ما بعد خروب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكسل لإصلاح قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية بعد أن وافق عليها مشاريعون على الرغم من المعارضات داخل حزب رئيس الوزراء ريشي سونك ومن المقرر أن يوقع وزير الخارجية البريطانية جيمز كليفرلي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية على إطار عمل وينتور في اجتماع لجنة مشتركة في لندن وقال كليفرلي قبل الاجتماع أنه بالموافقة الرسمية على إطار عمل وينتور فإن بلاده تفي بالتزامها بتوفير الاستقرار واليقين لأيرلندا الشمالية معتبرا أن الإطار هو أفضل صفقة لأيرلندا الشمالية وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى العاصمة الكندية أوتاو حيث يلتقي رئيس الوزراء جيستين ترودو ويلقي كلمة أمام البرلمان وتحضر على جدوى الأعمال بايدن ملفات التجارة والهجرة والإنفاق الدفاعي الكندي وإرسال قوة دولية محتملة لتحقيق الاستقرار في هايتي ومن بين القضايا الأخرى المطروحة على جدول الأعمال الأزمة الروسية الأوكرانية وتغير المناخ والتجارة العالمية كما ستتطرق المناقشات إلى الشأن الدفاعي وتحديدا المساهمة الكندية في حلف شمال الأطلسي وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية وتعد هذه أول زيارة من نوعها منذ زيارة الرئيس الأسبق باراك أوباما عام 2009 ختامنا مشاهدين لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكسرا نيوز من خلال أبلاتور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو أر كود الظاهر على الشاشة شكرا جزيلا لطيبة المتابعة وهذه تحياتي لحضراتكم أنا ألا أشتاء إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر